أنا كمال عبدين من سكان مدينة الخليل لصوابتي مزلة الحرم الإبراهيم الشريف التي ارتكبها المجرم بارو قولدوشتايم نحن الآن في الذكرى السابعة والعشرين لذكرى مزلة الحرم الإبراهيم الشريف التفاصيل اللي صارت ابن وبعد في 25-92-94 طبعاً الحرم تقريباً بعيد عن فيتنا حوالي 2-3 كيلو قررنا نزل على الحرم نفس اليوم الجيش بقى الأمن عنده تاركو خلي الأمور انو يدخلوا زي ما بدكو لما طلعنا على الحرم فوق نصلي تفاجأنا انو جيش فاصل للنسوان عنا بعيدهم عنا شوية هذا الاشي بدل انو هو مخطط لها لما بدينا في الرقعة الأولى بدأ هتلاق المار بدأ للسوات بدأت للسياح بدأت الناس أنا شفت الناس على الأرض شفت الدم طبعاً الناس بدأت تتكبر الله أكبر شو اللي بسيرسه بيعرف هلأ أنا طبعاً التفت لمحته بارو التفت أشوف من هنا اللي بتجيني طلقه هون لحد هذه اللحظة أنا مش راح عمره أنسة ولا أنسة الإصابة درت وجهة عليه لحد هلأ محفور عندي بالذاكرة لأ هو من ربي جائم هاطت سماعات على دانه عشان ما يسمعش الصوت ولا يسمع صوت المسجرة اللي عملها اللي ارتكالها طبعاً قعدت في غيبوبة بعد حوالي خمسة شهور ولا شي ما ما دري شو صار معي أول ما صحيت طبعاً ما كنتش أحس في رجلي بسأل للدكتور بقول له لما بدأت أتعافى شوي شوي إمتى بدي أمشي الدكتور لياس حطر لا لا بتذكره قال لي كمال أنا بكلمك زلمة مقابل زلمة أنت عندك قطع كامل بالنخاع الشوكي أنت حياتك خلاص على الكرسي أنت هلأ ما تفكر عمرك بالحياة تمشي لما أكتر يوم بقى مأساة إنه اليوم ما رجعت من مدينة الحسين الطبية شفت الناس طبعاً يستقبلوني بقيت بعد ما يقارب 7-8 شهور الناس استقبلوني بقى طالله بقى يوم حزيني أنه أنه أنا طلعت بمشي على رجلياي رجعت على كرسي متحرك هلأ بعد الإصابة أنا رفعت القضية هلأ الاحتلال ما تقريباً القضية ما بقى معترف إصابة كتعويض بده يعوضنا كنت موقف محامي المحامي قال لي الحالي الوحيد إنك تعمل مصالحة هلأ المحامي قال لي هم شرحين اعترفه لو تمت في القضية هما عندهم سقف محدد إنه لا إصابتك أخذت سقف محدد رمزي وتسكرت القضية على هذا المبلغ وعدت تقريباً في علاجات أكتر من سنة والحمد لله تقريباً بعد أكتر من سنة في العلاجات من العلاجات استقرت وضعي هلأ بعد إصابتي طبعاً لا شك إنه كل بداية صعبة إنه واحد بقى يمشي وفي يوم وليلة ما يقعد على كرسي متحرك طبعاً زوجتي لما أخذتها كل احترام إلها والإشي بقيت لقيت معارضة كون أنا مقعد على كرسي متحرك أهلي كانوا في البداية معارضين زواجنا لأنهم كانوا خايفين من قصة الخلفة فأجا كمال وع يعني حاولنا أول مرة وثاني مرفع بالآخر إنه لما شفنا إنه الأمور طبعية وإنه ممكن إن شاء الله إنه أخلفوا من هالحاكي فبعدها وافقوا حسيته إنسان رايك زواعي وزلمة بمعنى الكلمة من هذا الباب أصريت عليه يعني مش عارفة نصيب في النهاية هلأ ابني بسألني بقول لي بابا بلعب بعد قبل بقول ليش لعبش ليش انت هيك هلأ ما بقول له أنا إنه من اليهود بديش يفهم شو اليهود ويخاف من اليهود شوية قلت له قلبت السيارة معاي هلأ ما يكبر شوية شوية لأنه هذا طفل لما تقول له والله إفلان طخه بصير يفكر إنه هو راح إفلان عاود يطخه قال لأ حادث بصير يقول لي طب سوق حتة حتة لما أقول له أنا حادث بالسيارة سوق حتة حتة تسوق شحامي بس إصابتي معروفة إنه هذا من الاحتلال المجرم موجودة يعني أي واحد بشوفني بتذكر ماذة الحرم وبتذكر لهذا حالياً الحرم ما فيه درجة كتير ما بقدر أقول له الحرام طبعاً لما دخلت الحرم أول ما رحت رحت محل ما كنت أنا واقف محل ما الصواب طلعت رحت تذكرت وين بقى هو واقف بالسلم المنطقة اللي دخل منها عتة تطلع عليها طبعاً المنطقة تدخل منها هو صارت لممنوع إحنا نفوتها مقسومة لما رحت أنا طبعاً عتت شفت الحرم إنه إحنا المنطقة جزء بسيط ماخدين محل ما كنا نصلي إشي بسيط هلأ أم ما أخدوا الأشياء الأكتر في الحرم يعني إحنا جزء بسيط الجولية اللي الجولية بسيطة يعني كنا مساحة بسيطة جداً وعدت أطلع بقى حزين على حتى أتذكر إنه النأساة طبعاً هي حفرت بالذاكرة الفلسطينية مش عمر روح أنساها هو دكتور جاي من أميركا وإذا هو دكتور جاي من أميركا بيعمل كده كيف ده المتعلمين هيكده يعني هو ما هو عايش في فلسطين جاي من بره وحاقد علينا قالوا الأتلو قالوا إنه مريم جاهد وسو قالوا إنه استشهدنا طب كيف استشهد بما إنه مات هو أتلو قال يعني حتى الأتلو عدليل إنه بقى فيه جيش لأنه استشهد الأتلو الجيش عادي طوخ أنا مأسا إنه بالفعل حزين إنه إحنا اللي تعاقبنا الحكومة الإسرائيلية بقى تخطط لهذا الموضوع بدليل إنه بقى تعمل فرصة لعشان تلاقي حل إنه تقسم الحرم منطقة إنا ومنطقة إلهم يعني عملوها هم من إنه هارسات المزرعة عشان يمنعوا الاعتكاك بيننا وبينهم أنا أكتر الناس إحنا بنحب السلام الشعب الفلسطيني بس مش يعني إنه أنا حب السلام يجي تيجي تقسمني في بيتي شهمت علي؟ بدل ما إحنا في المزرعة تكون فرصة إنا وللعالم إنه إحنا نسيطر على الحرم بالعكس بقت مزرعة مكسب للإسرائيليين أكتر ما هي مكسب إنا طبعا هو سمعنا إنه عاملينه مقام شعة كريات أربعة بال وكل سنة بيعملوا له احتفال وبعدوا قائد كبير وإنه ما شاء الله عليه بيعملوا له ذكرى سنوية إلهم هلأ طاقة زي ما قلت لك إنك أنت بدك تتم تفكر في اللي صار بس أنا بتذكرها وهذا الإشي مؤلم بنفس الوقت إنه أنا يعني تاركها إنه أنا عمشي في حياتي وأعيش حياتي واليومية بأكمل وجه بديت عملي بديت في الرياضة طبعا لكل إنسان الرياضة كويسة وبدأت لدول إعاقة خلتني أنشفر ورضو أعطتني أنا ثقة بنفسي أحلتني إنه أشارك مشيت في العمل الرياضي شاركت في عدة بطلات عربية ومحلية دولية وأعلمية أخذت كؤوس ومداليات ذهبية وفضية عمستوى فلسطين وعمستوى أعلمي عبل الإصابة كنت أروح وأجي وأشبط أيام منع التجول كنت ما أخليش منطقة وأروح والجيش والتسكرات الحياة اللي عنيها وكل شي إنه أنا هذه الأمور بعد الإصابة بس بتمنى إنه أنا أوقف على رجلي ما أرجعش زي ما بديش أرجع على النقط وإي موحة بس أوقف على رجلي اللي أقدر أطلع درجة ولو أقعد في الدرجة وقت طويل بدون مساعدة حدا إنها إعاقة لا تعني انتهاء دور الإنسان في شتى مجلة الحياة الإعاقة أي نعم بعض صعبة إلا إنه أنا تغلبت عليها الاحتلال فكره بإصابتي أصبح إنه نقعد كما لعبيني خليه إلا إنه أنا كملت مشواري في حياتي والحمد لله إيتي أصبحت كمارة حياتي الحياة حلوة و الله كتب لي الحياة إنه اللي هو عندي العائلة وزوجتي وابني أتمنى إنه يبني كون شعب الفلسطيني ما أخذ حقه ما يعيش الحياة اللي عشتها أنا